في الرياضة تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم إلى عملية سحب قرعة مونديال قطر 20-22 اليوم الجمعة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات إذن مقرر أن تكشف قطر النقاب عن تعويلة المونديال مع سحب القرعة التي يشارك فيها نجوم عرب وألميون سابقون بينهم النجم العالمي الجزائري رابح ماجر والقائدان السابقان لمنتخبي البرازيل وألمانيا كافو واللوثر ماتيوس وكشف ياسر الجمال مدير عام اللجنة العليا للمشاريع والإرسي المنظمة لبطولة كأس العالم 20-22 في كرة القدم أنه من المقرر أن تكشف قطر النقاب اليوم الجمعة عن تعويلة المونديال مع إجراء قرعة النهائيات التي يشارك في سحبها نجوم عرب وعالمينا السابقون الجمال كشف في تصريح إعلامي عشية سحب القرعة الرسمية للمونديال أن بلاده ستعلن عن التعويذة الخاصة ببطولة كأس العالم فكل دولة لديها تمييزها الخاص خلال استضافة البطولات بإعلان تعويذة تنتمي للدولة والتراث والثقافة مضيفا أن تعويذة قطر ستكون مميزة ومختلفة عن جميع التعويذات السابقة